تشهد مراكز التطعيم في مختلف محافظات المملكة إقبالا متواصلا من قبل المواطنين والمقيمين على تلقي التطعيمات المضادة لفيروس كورونا وذلك في إطار الحملة الوطنية للتطعيم حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرع الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الخميس أكثر من مليون ومئتين وثلاثة وثلاثين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثالية من التطعيم أكثر من مليون ومئتين وسبعة عشر ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من تسعمائة وستة وسبعين ألف شخص